أهلا وسهلا بكم مشاهدين في عدد جديد من برنامجكم اليومي النهار تريندينج برنامج نرصد لكم فيه الصور والفيديوهات الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي فن رياضة مجتمع وغيرها بفقراته المتنوعة كالعادة مشاهدين نستهل هذا العدد بهذه الصور التي صنعت الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي أين حظي الرياضيون الجزائريون من ذوي الهمم المشاركين في الألعاب البارولمبية في توكيو والمتوجين بـ 12 مضالية باستقبال الأبطال وطبعا خلال حفل تم تنظيمهم على شرفهم من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مشاهدين وجاءت هذه الخطوة التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كاعتراف على مجهوداتهم وتشجيعا لهم لمواصلة العمل ورفع الراية الوطنية في المحافلة الدولية مشاهدينا نتابع معا هذا الفيديو ثم نعود عثماني إسكندر جميل من ولاية قسنطينة تحصل على ميداليتين ميدالية ذهبية في اختصاص 400 متر تصنيف تي 13 الرياضية المتألقة الثانية جلال صافية تحصلت على ميدالية ذهبية ورقم عالمي في رمي الجلة تتقدم الرياضية بوجعدار اسمهان من ولاية قسنطينة عن اختصاص دفع الجلة والتي تحصلت على ذهبية تتقدم الرياضية المصارعة عبداللاوي شيرين في اختصاص الباراجيدو من الجزار العاصمة فئة بي 3 وزن أقل من 52 كيلوغرام والتي تحصلت على ميدالية ذهبية في هذه الألعاب والآن مشاهدين لنعارج على أبرز ما قاله رواد مواقع التواصل الاجتماعي من حميدة تقول نشكر الرئيس تبون على رد الاعتبار لأبطال الألعاب الأولمبية في توكيو يستهلوا لقد شرفوا الجزائر بفضلهم رفرفة الراية الجزائرية في توكيو في تعليق آخر من أحمد يقول الحمد لله شكر موصولي الجميع وصولا لسيد الرئيس لرد الاعتبار لهؤلاء الأبطال رفع عن الإحراج شكرا في تعليق آخر من إينا تقول مبروك لهم فرحت لهم لأنهم يستهلوا وفاتوا بزاف ظروف صعيبة فقط باش يشرفوا الجزائر ما ننسوش معاناتهم اليومية ربي يكون في العون ويستهلوا ما كتر من هاك لأنهم شرفون طبعا مشاهدينا وفي آخر تعليق من راشال تقول مبروك لهم فرحت من قلبي لما شفت عاودوا لهم الاعتبار وسيادة الرئيس طرد لتهونوا في استقبالهم من مناصبهم كل الاحترام لرئيسنا الغالر بيحفظوا ويقدروا باش يقدم المزيد للبلاد ويصلحوا طبعا مشاهدينا كانت هذه أبرز تعليقات بخصوص الهاشتاغ الأول ننتقل إلى الهاشتاغ الثاني واقعة غريبة وفي نفس الوقت مؤثرة شهدتها مدينة دامنهور بمصر حيث قام شاب مصري ببث فيديو على صفحته الشخصية بالفيسبوك ويتنبأ برحيله ويؤكد أنه سيموت وطبعا وفي الغريب أنه بعد أيام من بث هذا الفيديو توفي دون أن يعاني من أي مرض مشاهدينا لنتابع معا هذا الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ثم نعود إلى التعليقات تعليقاتكم مشاهدينا بخصوص هذا الفيديو جاءت كتالي من محمد يقول أجمل حاجة حصن الضن بالله العلي العظيم وإن شاء الله سبحانه وتعالى يرحمك رحمة يعجب لها الأولين والآخرين في تعليق آخر من حمزة يقول الناس طيبين الطاهرين يعرفوا موعدهم اقترب كلنا نعرف هذا ويوجد الكثير من هذه الظاهرة وفي تعليق رافيق يقول كل إنسان يعلم بالموت قبل أربعين يوما الله يرحمه برحمته الواسعة وفي تعليق آخر من أحمد يقول الله يرحمه يجعل مأواها الجنة يا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأتوب إليه اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وشاهدين إن لله وإن إليه راجعون كانت هذه أبرز تعليقات بخصوص الهاشتاغ الثاني وصلنا وإياكم إلى ختام عدد اليوم من برنامج النهار تراندينج شكرا لكم